سلام سلام عليك دعناس رجال واي ناس لو لسه مشوفتش الحلقة اللي فاتت فانا اسبعلك في الوصف لأن الإنمي ده حجامد فاخر من الآخر فخلينا نبدأ بالحدودة هما اللي اشدعوا برأفكار المحبوكة من هذا الأنمي وخلينا نبدأ في بداية الحلقة بتجوف يا كمار ووقف تحت المطر زي العيال الصغير لأنه أول مرة يحس بالماء وهي بتجرع على جسمه وفيه واحدة وقفها فبتقوله خد بالك ليجيلك بارد ضروره بيرد عليها وبقولها أبشيري هو مش هيسمعك لأنه أعمى وأطرق وهو واقف باله ساعة لحد ما بعمل زي الفار المبلود فبتقوله هو شكل واقف يسمع صوت المطر بيرد عليها وبقولها بقولك دطرش وكمان انت شكلك من عيلة غنية مش كده بتتسمه وبتقوله مين أدرق اللي فات فات دلوقتي أنا بقعة متجولة بسيطة فبيقولها بالمناسبة مين اللي انت كنت تدعيله من شوية ده بتقوله كنت بدعي أن أخويا يرجع بالسلامة في أقرب وقت لأنه هو بقاله حوالي خمس سنين في الحرب ضروره بيقولها بقاله خمس سنين ده شكله كده ولسه ماكملش الكلمة بيقطعهم واحد بياه على الأرض وغرقان في دمه وضروره بيجري عليه بسرعة وهي كمارو بيحس بشيطان نريب منه وجاي عليهم فبيجري على طول وضروره بيجري وراه بس ويفه فجأة لأنه كان فيه مسبحة قدامهم على الطريق الناس ميتة وغير أنا في دمها يا كمارو بيحس أن فيه حد وراه فبيجه السلاحه وبيصد دربته ضروره بيقوله أنت إزاي تعمل كده حرام عليك دول بشر زي زيك بيرد عليهم السيف ده عايز دمه وقتله وأنا حققت رغبته ضروره بيقوله إهل أنت بتقوله ده يا عم أنت مجنون فبيقوله السيف ده مش عادي بل هو سيف شيطان حي بيحب دم البشر مفيش حد يقدر يفلت من سيطرته بمجرد أنك تمسكه بس وانا هبقل عشان أسدى الكلام ده يا كمارو ما بيكونش شايف الهالة الشيطانية إلا في السيف بس والراجل طلع عنده حق بيخشه في قتال مع بعض وبتبدأ المعركة وتتولى فيها الضربات والتصديات الراجل بيقوله أنت شكلك زي ياسطا سيفك ده بتسكنه الشيطين بس انت بطيء قوي بيضربه ضربة بتجرح يا كمارو وبيكون واقف على حافة التال الراجل بيخش عليه بالسيف لكن بيتصدها برجله الصناعية وبيطير منه السيف الملعون ورجله معاه الراجل بيقول ما بيدهاش بقى وبيرمي نفسه من على التل ضروره بيقول له هاش عليك يا سطح الراجل ده شكله مات بيبص عليه بيلاقيه مش عارف يمشي بسبب رجله وبيقول له ثانية وهاجبها لك ضروره بيلاقي السيف والراجل بيمسك السيف وفجأة بيلمع وبيبدأ يتحكم في ضروره بعدها بنشوف البنت دي واللي بتنادي عليهم لكن بالصدفة بتشوف الراجل مرمي على الأرض لا وكمان طلع هو أخوها بتاخده على بيتهم وبتقول له الحمد لله أنك طلعت بخير يا خويا بيقول لها ايه ده أختيه ياه بيقوم وبيدور على السيف ومش بيلاقيه بتقول له هو في حاجة تايهة منك قال لها لا مفيش حاجة هو هيرجع لوحده وكان قصده على السيف بيكون السيف سحبه وعايزه يخليه يقتل اي حد ضروره بيحاول يقاوم لكن مفيش فايدة وبيكون في ناس ماشية في الغابة وبيقابلوا ضروره وبيسألوا انت بتعمل ايه هنا انت لازم ترجع بيتك بسرعة لأن فيه شخص غريب بيقتل الناس السيف بيخلي ضروره يضرب على واحد منهم بيقطع له دمه وبيخليه باللباس حرفيا كلهم بيخافوا وبيهربوا منه بسرعة وضروره بيقول للسيف انت انفكر ان انت هتعرف تعمل اللي انت عايزه وبيقاوم لكن خلاص السيف بيسيطر عليه وبينشوف الراجل المحترم ده اللي بيرجح بذكرياته للماضي لما كانوا يسافر لسه للحرب وبيودع أخته وبيقولها سامحيني من واجب المحارب انه يواصل تقدمه في الحرب ارجو انك تفهميني ابويا وامي هي احتنوا بيكي وهم في الحقيقة ابوهم وامهم ميتين وبيقولها هرجع قريب وبيمشي بعدها أخته بتجيب له أكل علشان يأكل لكن هو مش مهتم بالأكل أخته بتفتكر الكسس اللي شافتها وهي شايلة على كتفها والدم اللي كان عليه بعد كده بنشوف ضروره واللي وصل للقرية والناس كلها خايفين ومستخبيين منه ضروره بيبصوا قدامه بله يا كمارو اللي بيطلع سلاحه علشان يهجم عليه وبنرجع للراجل واخته اللي بتقوله انت تغيرت كده ليه ايه اللي حصل لك بالظهر بيفتكر الماضي لما كان القائد بتاعه بيأمره انه هو يأتي للنجارين اللي بانه القلعة بتاعته علشان ما يعوش فيدي الأعداء ويكتشفوا نقاط ضعف القلعة وبيكون متوتر ومش عايز يقتل نازم الهاجزم فبيتوسل الملك انه يعيد تفكيره وما يقتلهمش لكن الملك بيكون رافض فبيديله سيف يقتل بيه السيف الملعونه بمجرد ما بيلمسه بيقتلهم واحد ورد تاني والملك بيقول ان السيف ده بتزداد حدته كل مرة بيمتص فيها الدم بس انا معرفش الموضوع ده حقيقي ولا لا لكن فيه دم كتير لنتأكد من الاشهعة بيخش يخلص على انضجرين كلهم والسيف بيكون عجب الحوار ما بيشبعش باللي قتلهم فبييجي الدور على الملك وحراسه بيخلص عليهم وبيقول للسيف هجيبلك ناس كمان تشبع بيهم وهي دي كسة الراجل ده مع سيف الشيطان وبنرجع للحضرو بيكون حس بان السيف قرب منه وهي كمارو بيهاكم درورو لان السيف معاه درورو بيهرب منه بسرعة وبيجري بس هي كمارو بيلحاو بيديله ضربه بس درورو بيلحق نفسه بالوقت ده بتكون البنت بتمنع اخوها ان يروح للسيف لكن هو مصر انه يروح للسيف فبتقوله هي حزينة انت ما كنتش كده انت اتغيرت عن زمان انا مقدرتش احمي بيتنا ولا المزرعة انا خسرتهم كلهم من فترة طويلة لكن طول ما انت جنبي فاعتقد انه ممكن نعيش مع بعض زي زمان وبتفضل تتحيل عليه قلبه بيحن عليها لكن هو مصر انه يروح للسيف وبيدروح لضرورو واللي بيكون هي كمارو طير السيف من ايده وبيطلع هي كمارو ما كانش بيهاجم ضرورو بل كان بيهاجم السيف وبيتعب وبيقول شكرا يا اخي الكبير وبيقع على هي كمارو الراجل بيكون رجع للسيف وهي كمارو بيكون شايف ومسك السيف وبيقول له السيف ده يخصني خشي لراجل للراجل انت مش هتعرف تقتلني خصوصا وانه نهيرو بقى في ايده دلوقتي وبيكون ده اسم السيف الشيطان بيجمع لها هي كمارو باقصى قوته وبيتصدى لضربات وبيسخن الكتال ما بينهم وبتتوالى ضربات من الطرفين بيضرب هي كمارو وهو بيصدل لاتنين ووقفوا دهرهم في بعض بتكون اخت الراجل جاتوا بتقولها يا كمارو ده اخويا ما تقتلهوش بيدرب السيف دراع هي كمارو الصناعية وبيرمي دراعو بيهاجم بالسيف التاني وبيدي له ضرب قضية وبيتخلص عليه وبيكون غير انف دمه واخته مصدومة ومفكرة النمار وبكده انتهى سيف الشيطان بعد ما انكسر ودروره بيركب له هي كمارو دراعو وبيبص على البنت اللي حزين على اخوها ومسك ايده هي كمارو فجأة بيمسك دماغه ودنه الاصطناعية وقعه واسترجعهم وبقى سامع كل حاجة حتى عياط البنت والمطر تمثال من الشياطين اللي اسنا عشر مكسور بيدخل عليه واحد وبيقول له احنا دورنا عليه في كل حتة لكننا ملقناش الطفل في اي مكان وبيكون قصده على هي كمارو وبيكون ضيجه غطبا جدا لان صفكته مع الشياطين قربت تنتهي ويبتخلص الحلقة على كده متحمس اشوف بها الحلقات معاكم فما تنسوش تتأكد ان انتم فعلين الجرج علشان يوصلكم كل جديد ويتصالوا على النبي عليه وفضل الصلاة والسلام الى هنا كان فيديو النهاردة كان معكم الراوي وبيس